وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسريحاً أكيراً أما بعد فيا معشر المؤمنين اتقوا الله تعالى في السر والعلانية والغيب والشهادة وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه معاشر المؤمنين عباد الله إن هذه الهيات خرصة ثمينة للعبد لا تعرض ليرج المظالم وليتهلل من العباد وليخرج من هذه الدنيا صافياً نقياً لا يلقى الله تبارك وتعالى محملًا بالمظالم والتعجيات الحياة الدنيا عباد الله فرصة ثمينة فرصة ثمينة للعبد ليتخلص من المظالم قبل أن يلقى الله عز وجل بمظالمه عباد الله إن الواجب على الأرض أن ينتهز فرصة وجوده في الدنيا ليتحلل من المظالم قبل أن تقتص منه يوم القيامة الدنيا كما ذكرنا فيها فرصة ثمينة للوفاة والدار الآخرة ليس فيها إلا القصاص وليس في الآخرة عباد الله دراحم ولا دنانير ولا شيء من متاع الدنيا فكل ذلك قل أو كثر يخلفه العبد من ورائه في الدنيا ويلقى الله عز وجل بعماله حصنات كانت أو سيئات القصاص عباد الله يقول يوم القيامة بالحصنات والسيئات بحيث يؤخذ من حصنات الظالم ويؤطى منها للمظلوم بالكدر المظالم والتعديات فإن فليت حصنات الظالم أخذت من سيئات المظلوم أو المظلومين فطرحت عليه فطرح في النار وهنا عباد الله تتجلى حقيقة ويظهر جليا حقيقة الإفلاس خلاف ما يفهمه كثير من الناس أن المفلس من لا درهم له ولا ديناه بينما حقيقة الإفلاس يوم القيامة من الحصنات بحيث يأتي العبد بحصنات كثيرة فتتناقص أمام ناظريه تذهب هنا وهناك إلى هذا وذاك حتى لا يبقى منها شيء ثم يطره في نار جهنم عجاباً الله جميعاً إباد الله الإفلاس في الدنيا ينتهي بأهد الأمرين إما بمفارقة الدنيا أو بحصول الغنى أما المفلس يوم القيامة فنهايته عليمة ومصيبته عظيمة وبلوته كبيرة فينبغي على العبد العاقل أن يتغانم فرصة وجوده في هذه الحياة للتخنص من المظلوم للتخنص من الظلم والتخنص من العيتيادات قبل أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى محملاً بالمظالم والعيتيادات ألم يأني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه والغفور الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وبعد على فلنتق الله عباد الله وإن نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وذنوها قبل أن تزنوا وتحيئوا للأرض على الله يوم القيامة يومئذ تقربون لا تخرى منكم خافية تعمروا نصح نبيكم عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبا قريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتهلح منه قبل أن يكون دينارا ولا دينارا بائم بودية على الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة